اشتركوا في القناة امتعوا سيارة جي ال سي كوبي بتصميم يحمل هوية نسختها الاختبارية والتي تعتمد على طراز مرسيدس جي ال سي ال سي ال اساسي ومرسيدس جي ال اي كوبي ولكن مع مقدمة هجومية تحتوي على فتحات تهويات كبيرة اما عند الدخول الى مقصورة هذه السيارة الجديدة فنلاحظ انها تمتلك هوية مستوحاة من شقيقتها مرسيدس جي ال سي ويتوفر طراز مرسيدس جي ال سي كوبي 2017 بنسختين النسخة الاولى مرسيدس جي ال سي ثري هندرد كوبي فورماتيك 2017 والتي تعتمد على نظام دفع رباعي للعجلات مع محرك رباعي لاستوانات سعة لترين بالاضافة الى شاحن تربيني ليولد قوة مائتين وواحد واربعين حصان وثلاثمائة وسبعين نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل محرك هذه النسخة بصندوق تروس او جير اوتوماتيكي من تسع سرعات والنسخة الثانية مرسيدس جي ال سي فورتي ثري كوبي 2017 حيث تمتلك هذه النسخة محرك في سيكس سعة ثلاثة لترات مع شاحن تربيني مزدوج ليولد قوة 362 حصان و521 نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل محرك هذه النسخة بصندوق تروس او جير اوتوماتيكي من تسع سرعات وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي من اي ام جي لتتسارع من الصفر الى 100 كيلو متر في الساعة في اقل من 5 ثوان ومن المرجح ان يتوفر طراز مرسيدس جي ال سي كوبي للبيع في الاسواق العالمية بداية العام القادم ان شاء الله وما زال الصانع الالماني متحفظا على الاسعار حتى الان لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي